في البداية عايزين نعرف منك أهمية هذه المشروعات الناس بقوا بيقولوا أنتوا فيه تركيز كبير جدا من الدولة على الطرق والكباري فقط طيب أهمية الطرق والكباري إيه؟ طبعا مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل هي في منتهى الأهمية منذ تولي سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية هو أعطى اهتمام كبير بمشروعات البنية الأساسية وأهمها الطرق أولا الدولة علشان يتعملها بنية أساسية وطرق لازم هتتكلف تكلفة كبيرة ولكن هذه التكلفة هتكون عامل أساسي لجذب استثمارات جديدة سواء كانت مصرية أو عربية أو أجنبية طبعا تولي سيدة الرئيس المسؤولية في 2014 عقب أحداث سياسية وأمنية صعبة كان لابد يدي كل الاهتمام للبنية الأساسية في محاولة لجذب استثمارات تساعد الاقتصاد القومي وتعوض بعض المستثمرين اللي كانوا على واشك يسيبوا البلد بعد هذه الأحديث فطبعا المشروع القاومة للطرق اللي بدأنا بها 2014 أنشأنا أكتر من 7000 كيلو عملنا إعادة تأهيل ورفع كفاءة لعدد آخر من الطرق لا يقل عن نفس الأطوال النهاردة البنية الأساسية بتاعت الطرق أصبحت 30 ألف كيلو النصيب الصعيد من هذه المشروعات كان نصيب الأسد بعد معانا فترات طويلة من التهميش وكانت المشروعات بس مركزة في المحافظات بتاعة وجه بحري النهاردة الصعيد في مشروع القاومة للطرق أخذ الحقيقة العديد من المشروع وأخص منها محاور النيل تم إنشاء عدد كبير جدا من محاور النيل في الصعيد هي 14 محور آه يا فندم بالضبط كانت المسافات البينية بين المحاور 100 كيلو في بعض المحافظات طبعا 100 كيلو لك أن تتخيل المواطن لو عايز يعدي النيل بيمشي 50 كيلو يعدي وكان يرجع 50 كيلو تاني ده أقل شيء طبعا ده بوقت طويل جهد وقود تلوث بيئي حوادث حاجات كتير جدا جدا وكان البديل بتاعه المعديات التقليدية اللي كانت بتسبب أيضا حوالي السوفيات طبعا ده كان واضع لا يعليق بالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لذلك الدولة حطت لنفسها خطة لتقليل المسافات البينية إلى 25 كيلو بدلا من 100 كيلو والفعل هذه الخطة بدأ تنفذها وفي طريقنا إن شاء الله لإنهاء الخطة بالكامل بافتتاح هذه المشروعات المشروعات اللي تم تنفذها على النيل الحياة كتير جدا خليني أذكر حتى أربع مشروعات في منتهى الأهمية جاهزين للإفتتاح على وشك إن شاء الله الإفتتاح أهمهم في أصوان ما يسمى محور كلبشة المحور يا جماعة علشان السيد المشاهدين يكونوا معانا متخيلين هو عبارة عن طريق بكل مجتملاته من كباري وأنفاء وأعمال صناعية تتطلبها الظروف بمعنى ترع مصارف أي مجرمائية تطلب الوضع أن نعمل عمل صناعي علشان الطريق يتفادى المجرى المائي محور كلبشة على النيل العرضي بتاعه 21 متر مواقع 2 حارة في كل اتجاه يجتمل على عدد من الكبار والأنفاء والأعمال الصناعية وبتكلفة تصل إلى مليار وخمسين مليون جنيه قبل ما أكمل تفاصيل باقي المحاور الجاهزة للإفتتاح حوضح للإستاذ المشاهدين ليه التكلفة بتاعة هذه المحاور بتبقى إلى حد ما غالية نسبين وبنتكلم بمليارات طبعا تكلفة إنشاء محور يعني كباري على النيل صب خرصنات وعمل خوازي أساسات عميقة تحت مجرى النيل كل الكلام ده كباري بتتكلف فلوس حاجة تانية هناك نزع ملكيات يعني المبالغ دي بتشمل التعويض للأهالي اللي تم نزع ملكيات بياخدوا تعويض عادل جدا فده طبعا بيضاف لتكلفة المشروع أيضا هذه المشروعات بتمر في أماكن قد يكون نوعية الطربة اللي بننشئ عليها المحور غير صالحة للإنشاء وده بيتطلب مجهود كبير في إصلاح أو تحسين خواص هذه الطربة حتى يمكن إنشاء المحور عليه يعني بنتكلم في حاجاتك فعلا بتتكلف عشان المشاهد يبقى متخايد أعني بنتكلم فيه نرجع لورا شوية إلى محافظة إنا هناك محور قوس إن شاء الله أيضا هو في الآخر جاهز على الإفتتاح هذا المحور أو هو كلبشة أو محاور النيل كان زمان بنعمل المحور عن نيل زي مثلا المحاور التي عملت زمان في التمانينات هناك مثلا محور رد الفرج الأديم هناك محور كبري فرسكور وده بنسمي كبري كان مجرد بنعد النيل في مسافة لا تعدى واحد كيلو حاجة بسيطة جدا نهاردة لا الفكرة غير أصبح المحور ده بيربط بين أقصى الشرق طريق الصحراوي الشرقي وأقصى الغرب الصحراوي غرب النيل فمن شرق الغرب النيل المسافات البيانية مسافات طويلة تصل لعشرين كيلو أو تلاتين كيلو في بعض الأحيان طب ليه إحنا بنعمل المحاور بالطول ده كله وبنربط بين أقصى الشرق وأقصى الغرب الهدف من إنشاء المحاور ده حاجات كثيرة ذكرت الشيء منها اللي هو نقل المواطنين والتقليل المسافات وأيضا تقليل زمن الانتقال وبالتالي تكلفة الانتقال على المواطن والحد من حوادث أيضا ربط الطريق الصحراوي شرق النيل بغرب النيل ده في منتهى الأهمية لأنه بينقل السكان من مناطق سكانهم للمناطق اللي فيها مشروعات سواء زراعية أو صراعية يعمل تنمية في المنطقة دي بالضبط على سبيل المثال محاور أسوان اللي ذكرت بناها كلابشة وخلافه لخدمة مشروع الطاقة الشمسية العملاق المسمى بنبان على سبيل المثال أيضا محاور قوستر نتكلم عنه دلوقتي هذا المحاور بيخدم مناطق سياحية أثرية في منتهى الأهمية هذا المحاور بيخدم كنائس جوامع معابد مناطق في منتهى الأهمية الأثرية كم من الصعوبة الوصول لها فهذا المحاور سهل فبالتالي هيبقى المنطقة فيها جهاز بسياح فده كله هيدخل لمصر إن شاء الله عملات أجنبية وبالتالي هيساعد الاقتصاد لو رجعنا شوية من هنا لغاية محافظة المينيا نلاقي محور ساملوت على النيل أيضا المحور جاهز إن شاء الله قريبا يتم افتتاحه ساملوت نفس الحكاية بينقل من طريق الصحراء وشرق النيل إلى الصحراء وغرب النيل بطول حوالي 23 كيلو العرض 21 متر حرطين في كل اتجاه بتكلفة تصل إلى مليار 875 مليون جنيه آخر محور ممكن نتكلم عنه أيضا جاهز هو محور عدل منصور في محافظة بنسويف هذا المحور هو محور قصير مش زي المحور التانية بيربط بين الطريق الكريمات شرق النيل إلى طريق بنسويف الفايوم غرب النيل وهو أنشئ لتخفيف الضغط عن كبر بنسويف القديم كبر بنسويف بقى له عشرات السنين والضغط عليه أصبح كبير فلازم يكون هناك بديل آخر يخفف الضغط عن هذا المحور